فقلنا هاي حياتنا وهاي اهم مشروع نسويه في المهم وغير عاجل اللي هو هذا المشروع اللي هو هون حصوها احبه الله ورضائه هذا اهم مشروع اهم من كل من اي مشروع حصوها على المستشفى ادارة المستشفى نكون ممرض في المستشفى نكون عامل تنظيف في المستشفى نكون صاحب مدرسة ميكانيكي نجار مهندس اي اي مشروع اهم مشروع هذا لان هذا مشروع ابدي ابدي ايش يعني مشروع ابدي يعني ربنا بقولك هناك في الجنة عيننا لا رأت ولا اذن سمعت ولا خطر في بال احد ولا خطر في بال احد معلش انا قلت لكم عربيتي مش كتير كويسة امي لبنانية زوجتي اردنية ابوي تركي جدي ايراني اخت الصغيرة ماخد يوناني اخوي الصغير ماخد بحرينية اخوي الكبير ماخد بريطانية عندي اخوان واخوات وعدائل ماخدين من عمان عراق امريكا كنادا المانيا جنوب افريقيا من كل مكان في العالم نحب كل الناس وكمان سنتين بسير خمسين سنة في السعودية الله مستعان نحب كل الناس كل الحكام كل لازم نطيعه وقلنا اكبر مشروع واعظم مشروع واهم وابهى واكبر واعظم انه نحص على حب الله ورضعه ليش لانه احنا مرات بنخطط بنساوي مثلا خطة ساعة خطة يوم خطة اسبوع خطة عشر سنوات خطة خمسين سنة ماحنا نحط اكتر من خمسين سنة يعني هدول معلش خمسين سنة اكتر شي هدول الدول الشاطرين بقولك الماسونية ولا الصهيونية ولا اليهود ولا الناس يفكروا كتير ولا المسلمين ايام زمان كانوا بحطوا خطة خمسين سنة او خطة اثنين سنة في خطة كتير يعني خطة يومية خطة اسبوعية خطة سنوية عسان علشان نحقق هدف او مشروع طيب احنا بثانية واحدة ركزوا عليه هون بثانية مش دقيقة نقول دقيقة عشان ما نبالغ كتير دقيقة او ثانية ممكن نخطط نخطط لا الف مليون مليار سنة سنة ونضل حط الصفار لبكرة الصباح كيف النية الحسنة لانه بس نظبط نيتنا ثانية واحدة ما بتاخد ماء منه ساعتها احنا بكون عنا من خطط لا الف مليون مليار سنة او لا ابدي العلامة هاي عرفتوها علامة انا كمان مش شاطر بالماث ولا بالرياضيات ولا شاطر بالعربي هاي العلامة لا ابديا يعني في قصور لا ابديا في جنة لا ابديا لا عين الرأت ولا اذن السمعت ولا خطر بال احد نحاول بس نحسن من نيتنا اولهم طبعا انا الله المستعان سلم اديك وقلبكم